لتصلية الضوء على تأثير نفوذ ميليوشي حزب الله في لبنان معنا من أسطنبول الكاتب الصحفي لبناني محمود علوش أهلا بك معنا سيد علوش أهلا بك أهلا بك سيد علوش يعني صحيفة الأوبزيربر تحدثت عن احتمالية ضربة أمريكية ضد إيران بحسب توقع حزب الله برأيك فيما لو حدثت هذه الضربة بالفعل هل سيكون لميليوشي حزب الله حصة منها يعني بداية تحية لكم وتحية أيضا لمشاهديكم المحترمين يعني حزب الله هو جزء من المشروع لإيراني في المنطقة آه وهو بالمناسبة لا يخفي هذا الأمر وبالتالي آه يعني في حال تعرضت إيران لأي بربع عسكرية أو كانت هناك آه أي رغبة إيرانية في استثمار حالة حزب الله في لبنان سبط طوعة يعني حالة حزب الله ستكون آه قيدة الخدمة بالنسبة للإيرانيين وبالتالي آه في المحطات الكبيرة التي تتعرض لها إيران سواء لضغوط آه أو لعمل ما نجد أن آه يعني أحد أفرعها أو أحد آه وكلاءها في المنطقة هو حزب الله عادة ما يقوم بردة فهل بطلب إيراني وبالتالي اليوم في حال آه حصلت هناك أي ضربة عسكرية لإيران أو اشتدت الضغوط عليها سواء حتى الضغوط السياسية فأعتقد بأنه إيران قادرة على الرد في لبنان سواء كان هذا الرد بشكل سياسي عبر عرق للتشكيل الحكومة أو بشكل عسكري لكن عموما حزب الله هو جزء من الحالة الإيرانية نعم يعني هنا السؤال كيف انعكس هذا الارتباط الوثيق لميليشيا حزب الله بإيران والذي يعني لا يخفيه عن أحد ويجاهر فيه ليلة نهار على الواقع اللبناني بنظر إلى تغلغ للميليشيا في كل مفاصل الدولة اللبنانية يعني على سبيل المثال يمكن أن يعني إذا ما قرأنا الحالة اللبنانية اليوم ملف تشكيل الحكومة على سبيل المثال نجد بأنه موضوع تشكيل الحكومة يواجه كثير من العقدات إحدى هذه العقدات التي يواجهها هذا الموضوع موقف حزب الله وبالتالي يعني يعتقد بأنه الرغبة الإيرانية في عدم تمرير الحكومة الحالية هي من فرضت تجميد المفاوضات تشكيل الحكومة وبالتالي يعني حتى ارتباط حزب الله بالحالة الإيرانية نجد له تداعيات على كافة الصعود فيما يتعلق بالحالة اللبنانية وهناك كثير من المحطات خلال السنوات الماضية التي شهد فيها لبنان أزمات كان من الواضح بأنه الأزمات التي يعيشها لبنان مرتبطة بشكل كبير بوضع أقليمي لإيران لها تأثير مباشر فيه وبالتالي نجد بأنه التأثير إيران من خلال حزب الله على لبنان إما يكون عن طريق تعقيد مساعي سياسية لتشكيل الحكومة أو إحداث أزم سياسية في لبنان السيد علوش يعني مجاهرة حزب الله بولائه لإيران يدفع للتساؤل حقيقة عن السبب وراء السماح لمن يغلب هذه المصلحة الخارجية الإيرانية على مصلحة لبنان بالمشاركة بالفعل وبالتحكم بالعملية السياسية كيف ذلك؟ يعني أولا علينا هناك واقع لبناني لا ينجد أحد أن يتجاهل أو أن يقفز عليه على الرغم من أن حزب الله هو حزب مسلح مرتبط بإيران بشكل كبير سواء من حيث التمويل أو التسليحة وحتى الأجندة العقائبية إلا أنه يعني في لبنان هناك جزء كبير من الشيعة في لبنان مرتبطين بحزب الله وبالتالي في الحقيقة أحيانا تكون هناك كما يحصل الآن على إيساد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة رغم الضغوط التولية والأمريكية على وجه التحديد المفروض عليه لمنع إشارك حزب الله في الحكومة إلا أنه من الصعب جدا أن تعزل حالة حزب الله عن المشهد السياسي اللبناني لأنه حالة حزب الله ليست فقط حالة حزب بقدر ما هي تعبر عن حالة طائفية في بلد مركب طائفيا ولا يمكن للأمور أن تسير به من دون توافق طائفي إن صح التعبير وبالتالي هناك نقطة مهمة أعتقد بأن حزب الله منذ نشوئه في لبنان سعى لأجل تحقيقها وهي أنه جعل نفسه يمثل الحالة الشعية في لبنان وليس فقط حالة حزب الله لذلك هو يدرك تماما بأنه أي محاولات لعزل حزب الله عن المشهد السياسي اللبناني سيقرأ بالنسبة للشيع في لبنان على أنه محاولة لعزل طائفة بأكملها على المشهد السياسي وهذه في الحقيقة قضية معقدة وتزيد من الصعوبات أمام حالة يعني كيف يمكن أن نواجه حالة حزب الله في لبنان وبالتالي هو يعني يحمي نفسه من خلال هذه الطائفة التي هو يقدم نفسه للشيع على أنه محاملهم ومثل لهم ومثل لمصالحهم في الدولة وبالتالي لا يمكن في الحقيقة عزل حزب الله أنا أعتقد بأن الطريقة الأنسب الآن للتعامل مع حزب الله في لبنان هو عدم إخراجه بالمطلق من المشهد السياسي وفي نفس الوقت فرض خطوط حمراء لطبيعة دوره في المشهد السياسي وأيضا لانخراطه الأقليمي في المشهد السياسي إذا ما أراد حزب الله أن يكون جزء من الحالة اللبنانية وأعتقد بأنه عليه أن على الأقل يلتزم بالحد الأدنى من المعايير اللبنانية في التعامل مع الحالة السياسية شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي اللبناني محمود علوش كنت معنا عبر الهتف من أسطنبول شكرا جزيلا لك